أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما التحليل البيئي الوحدة الخامسة معالجة المياه Water Treatment ونواصل شرح مخاطح هذه الوحدة معالجة مياه الصرف الصحي نواصل شرح مراحل هذه العملية Waste Water Treatment أو معالجة مياه الصرف الصحي المرحلة أو المعالجة التمهيدية Preliminary Treatment Preliminary Treatment أو المعالجة التمهيدية وهي بداية أو أحيانا ما نسميه الغربلة وتعريفها تستخدم مصافي ميكانيكية أي مناخل لإزالة الأجزاء أي الأوساخ الكبيرة ومنها الأخشاب والأحجار ومنها ممكن تكون الأخشاب والأحجار والحجار الكبيرة في هذه المرحلة من المعالجة تتم إزالة 5 إلى 10% المواد العضوية القابلة للتحلل وكذلك 2 إلى 20% من المواد العالغة لا يمكن إعادة استخدام المياه الناتجة من هذه المرحلة إذن هذه المرحلة أعطيها لكبير يعني لا يمكن استخدامها لأنه لسه في مرحلة تمهيدية المرحلة الثانية المعالجة الأولية Primary Treatment Primary Treatment في هذه المرحلة تتم إزالة المواد العضوية والمواد الصالبة غير العضوية الغابية للفصل من خلال عملية الترسيب وهنا ممكن أن أعتبرها كعملية كيميائية ممكن أن أعتبرها عملية كيميائية لإضافة مواد لترسيب مواد أخرى في هذه المرحلة من المعالجة تتم أيضا إزالة 35% إلى 50% من المواد العضوية الغابية للتحلل وكذلك 50% إلى 70% من المواد العالغة لا يمكن إعادة استخدام المياه الناتجة من هذه المرحلة وإذن هذه المرحلة نعطيها لا لا يمكن استخدام المواد من هذه المرحلة لأنه لم نتمكن من إزالة المواد العضوية والعالغة بشكل كبير في الشريحة الغادمة نرى الشكل توضيحي هذا الشكل توضيحي لخطوات المرحلة التمهيدية والمعالجة الاتدائية إذن نشوف خط صير العملية في هذا الاتجاه عندما يجمع تتجمع مياه الصرف الصحي الموجودة وهنا تتم الغربلة في أول مرحلة من هذه المراحل الغادية من هذا الاتجاه والمواد العالغة يتم التخلص منها هناك الشبكة الشبكة هنا للتخلص من المواد العالغة في مياه الصرف الصحي وتستمر في هذا الاتجاه هذا يسمى حوض أول لتشبيع مياه الصرف الصحي وذلك بالأكسجيل لتنشيط البكتيريا التحول من بعض لتحلل بعض المواد ولكن هذه مرحلة متقدمة شوية أما هنا المرحلة الأولى إذا مياه الصرف الصحي هنا إزالة ما يغرب من 10% من المواد العضوية والقاعدة تحلل 20% من المواد العالغة ونستمر في هذا الاتجاه في حوض الترسيب ما يسمى بحوض الترسيب الثاني المواد العالغة المترسبة أو ما يسمى بيه الوحل أو ما يسمى الوحل أو الاصلج يزال في هذا المرحلة 50% من المواد العضوية و70% من المواد العالغة وحتى الآن الماء الناتج من هذه المرحلة أو ما تسمى بالمرحلة الأولية لا يمكن استخدامه لا يمكن استخدامه ونوصل الشرح في المقطع الغادم إن شاء الله عن المرحلة الثانوية والمرحلة المتقدمة